موسيقى لتحديد التيراميسو خفيف الدسان نحن بحاجة لعلبة جبنة كريمة قليلة الدسم حطيناها بالخلاط ونضيف عليها كريمة الخفئ اللي خاصة بالحلويات ومنزد لها سكر الفريكتوز مش الكمية كلها نصي الكمية منسكر الخلاط مميح لازم نتأكد انه السكر يدوب مميح مشان هيك منحط الكمية كاملة ثوب الآخر نرجع نحطه عقوة قوية من بعد ما حضرنا الكريمة بالخلاط الكهربائي بدنا ننتقل للبيسكويت نحن نقينا هون 24 حبة بيسكويت بالطول من هولة اللي بيبقوا هاشين من جوة لبن خفيف وبقالب كبير بدنا نحط كباية الماء ونضوب فيها القهوة والسكر والسكر الفريكتوز أكيد لازم يصير المزيج متناسق كل شخص بيحضر تيراميسو على طريقته فينا نحط البيسكويت بكعب الصينية بشكل متناسق ونضيف عليها القهوة اللي دوبناها بالماء والسكر وفينا نغتس كل أصبع لحاله ونحطه بالجات لأنه بياخد نكهة أكثر منضيف مزيج الكريمة على البيسكويت نحن عم نستعمل نوعين من الشوكولات شوكولات البودرة المر والشوكولات البراشنة اللي جاي من الشوكولات الأسود يعني بمقدار ملقتين أو ملع أو نص كبيرة نخلطهم مع بعض ليطلع شكله حلو أحلى نستعمل المصفاية من بعد ما خلتنا الشوكولات مع بعضهم نحطهم بالمصفاية فوق الصينية ومنوزعهم من بعد ما خلصنا تحضير التيراميسو بدنا نحطه بالبراد لمدة أقل شيء 45 ديئة ليسقع ويصير طيب صحتان خلال فترة رمضان بنصحكم تحضروا الحلويات بالبيت لأنه بتكون أخف بالدسم وبالوحدات الحرارية وبالسكر متل ما شفتو حضرنا التيراميسو كتير قليل الدسم فيه يعني شيء كتير بسيط من السكر هو سكر الفواكي ويكون صحي موسيقى 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 موسيقى